اشتركوا في القناة امراض الربو والحساسية خلال هذه الاجواء ملازمة المنازل لسلامتهم اولا واخيرا لجوء الحالية في مدينة الكويت اجواء غائمة مع رياح جنوبية تصو سرعتها الحالية الى 6 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 28 درجة مئوية الرطوبة النسبية 19% والرؤية الافقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر صور الاغمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب على دولة الكويت اللي لاحظنا ايضا خلال نهار هذا اليوم حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مؤثر علينا برياح جنوبية شرقية مع عبور السحب رح يستمر معنا لعدة ايام مع نشاط متوقع للرياح الجنوبية الشرقية من حين الى اخر ومصحوب بفرص لامطار متفارقة قد تكون رعدية على بعض المناطق الاجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة اجواء معتدلة متوقعة تصل درجات الحرارة ما بين الـ 26 درجة مئوية الى الـ 24 درجة مئوية في بعض المناطق خاصة ساحلية رياح جنوبية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة لكن ايضا متوقع نشاطها من حين الى اخر وقد تصل سرعة هبات الهوى احيانا الى اكثر من 50 كم في الساعة اجواء غائمة الى غائمة جزئيا فرص الامطار واردة خفيفة متفارقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق متوقع ان هذه الاجواء راح تستمر معانا حتى صباح يوم الغد ايضا راح يكون الهوى خفيف الى معتدل السرعة بشكل عام في صباح يوم الغد لكن متوقع ان يرجع نشاطها مرة ثانية في ظهر يوم الغد في صباح يوم الغد اجواء متوقع ايضا راح تكون غائمة الى غائمة جزئيا فرص الامطار واردة خفيفة متفارقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق ونلاحظ ايضا درجات الحرارة في يوم الغد قد تلامس الثلاثة وعشرين والاربع وعشرين درجة مئوية في معظم المناطق البرية وكذلك الجزر منتصف يوم الغد اجواء راح تكون حارة ومتوقع ايضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية خاصة على المناطق السحلية وداخل البحر متوقع تصد سرعة هبات الهوى احيانا الى اكثر من خمسين كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق ومصحوبة بفرص لامطار متفرقة قد تكون رعدية لامس الثمانية وثلاثين والتسعة وثلاثين درجة مئوية خاصة في المناطق الحدودية الشمالية وكذلك الغربية وكذلك الجنوبية بالوفرة متوقع ايضا قد تلامس التسعة وثلاثين درجة مئوية لكن ايضا راح تكون اقل من هذه المعدلات داخل البحر خاصة على الجزر الجنوبية كبر قراء وام المرادم متوقع تصل فيها ما بين الخمسة وعشرين الى ستة وعشرين درجة مئوية البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيفي لمعتد الموج لكن يعلو احيانا خاصة مع نشاط الرياح ومتوقع يصل بشكل عام ما بين اثنين الى ستة اقدام ولازلنا في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماء طوية المواقع تبدن الله حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت موعد اذان فير ساعة اربع وعشر شروق الشمس الساعة خمس واثنين وثلاثين وموعد اذان المغرب الساعة ست وعشر دقائق التقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الايام الخمسة المقبلة متوقع في يوم الغد نشاط للرياح الجنوبية الشرقية وقد تصل سرعة هبات الهوى احيانا ما بين خمسة عشر الى خمسين كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مصحوبة ايضا باجواء غائمة الى غائمة جزئيا وفرص الامطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق متوقع تصل العظمى الى ثمانية وثلاثين وصغرى واحد وعشرين درجة مئوية استمرار للرياح الجنوبية الشرقية في يوم الأربع لكن رح تتراجع سرعتها متوقعة تصل ما بين 12 الى خمسة وثلاثين كيلومتر في الساعة استمرار ايضا في الاجواء الغائمة الى غائمة جزئيا في يوم الأربع العظمى المتوقعة 35 اما الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية عودة لنشاط الرياح الجنوبية الشرقية في يوم الخميس لكن رح تكون اكثر متوقعة تصل سرعة الرياح ما بين 20 إلى 55 كم في الساعة متوقع أيضا رح تمدي تتحول تدريجيا الرياح إلا رياح شمالية غربية ورح يستمر نشاطها بشكل عام خلال يوم الخميس أيضا مثيرة للغبار على بعض المناطق أيضا العظمى المتوقعة 35 والصورة 18 درجة مئوية رح يستمر معنا الهوى شمالي غربي في يوم اليوم لكن أيضا رح تتراجع سرعته وتصل سرعة الرياح ما بين 6 إلى 28 مع استمرار الأجواء مشمسة وقد تظهر بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق العظمى 37 وصورة 17 درجة مئوية استمرار في الأجواء المستقرة في يوم السبت مع أجواء مشمسة معظم الوقت وتظهر بعض السحب المتفرقة رياح شمالية شرقية إلى متقلبة لاتجاه خفيفة إلى ما تدلت سرعة 12 إلى 32 كم في الساعة والعظمى المتوقعة في يوم السبت 36 وصورة المتوقعة 19 درجة مئوية حاليا نحن في فترة سبق السرايات وأي استقرار خلال هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي أو مؤقت لذلك نحب ننوه للي يعانون من أمراض الربو والحساسية خلال هذه الفترة أن يلازمون منازلهم وما يطلعون إلا في حالات الضرورة القسوة تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة